كما أكد سفير مصر لدى جنوب إفريقيا أن مصر يمكن أن يكون لها دور قوي في تقوية علاقة مجموعة بريكس بأفريقيا وأضاف الفضل خلال مدخلة هاتفية مع التلفزيون المصري أن التجمع بصورته الجديدة يضم ثلاث دول إفريقية وثلاث دول عربية مشيرا إلى أن مصر هي القاسم المشترك الوحيد ما بين المجموعتين في التجمع مشددا على أن هذا يوفر مساحة أكبر لمصر لتمثيل المصالح العربية والإفريقية التجمع المعارضة بصورة الجديدة يشمل أن يتكلم على ثلاث دول أفريقيا ومصر وإثيوكيا وثلاث دول عربية مصر والمملكة العربية الصعوبية والمعارضة العربية ومصر القاسم المشترك الوحيد بين المجموعتين الإفريقية والعربية في هذه التجمع هذا يوفر مساحة أصدر للتجمع ليس فقط بالنسبة لتمثيل المصالح الأفريقية ولكن أيضا المصالح العربية فيما يتعلق بالمصالح الأفريقية فيه يمكن أربع أو خمس أهجاب أو مجالات محددة وممكن أنه دور لطف يكون قوي لتفوية علاقة نظمات البركس بأفريقيا قولها حاجة التمويل لمشروعات البنية التحتية في أفريقيا نعلم أن هناك خطة عمل للتحدي الأفريقي ذات الأولوية ضمن برنانج كثير البنية التحتية في أفريقيا مثل مشروع فد إنجا ورابط الملاحي بين بحير الدكترية والبحر المتوسط ومشروع طريق القاهرة تاون وتعامل أيضا مع قضايا تغيرات المناخية ترجمة نانسي قنقر